حي وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ومفتي الجمهورية الدكتور شوق علام ومحافظ ونوي سيناء خالد فودة حي أهالي سيناء وشيوخ قبائلها على موقفهم الوطنية مؤكدين أنهم أهم أعمدة سيناء وجزء لا يتجزأ من أمنها القومية جاء ذلك خلال لقائه بهم بعد أداء صلاة الجمعة من مسجد الصديق بمدينة نويبع وعبر أهل سيناء وشيوخها عن فرحتهم وساعدتهم بافتتاح مسجد الصديق الصرح الشامخ بمدينة نويبع وأكدوا وقوفهم الصادق خلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقراراته الشجاعة في الحفاظ على أمن الوطن وأمانه وما يتم في عهده من تنمية شاملة لجميع مناطق سيناء مؤكدين اعتزازهم بما تقدمه دولة في سيناء ومعبرين عن عمق ولائهم وانتمائهم للوطن في كلمات وقصائد شعرية عبروا فيها عن عمق وصدق هذا الولاء والانتماء